طيب بعد الأخبار السريعة عبل ما نخش على الصحف هنتكلم على محمد النني طبعا نجمينا كبير محمد النني على رادار نيو كاسل في الميركاتو الشتوي يعني أيام قليلة جدا محمد النني يعتبر أيامه بقت معدودة في نادي الأرسنال في زل طبعا هذا موجود فرصة كبيرة في صفوف طبعا الأرسنال من خلال المدير الفني مايكل إرتيتا لكن محمد يمكن شارك في المباراة الأخيرة أمام المان يونايتد بشكل أساسي ولكن في فترات كديرة جدا محمد النني ما كانش متواجد في التشكيلة الأساسية للأرسنال طبعا نيو كاسل بيحاول بقدر الإمكان أنه يحسن من مستوى أو من ترتيبه في جدوى للدوري الإنجليزي هو طبعا متزايل الدوري الإنجليزي وبالتالي يعني بيسعى للتعاقد مع محمد النني في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق طبعا للهروب زي ما بقول لحضراتكم من تزايل جدوى الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن صحيفة ميرور الإنجليزية قدمت تقرير يوم الخميس اللي فات وأشارت أو النهاردة بشكل أساس النهاردة الصف قالت فيه أن محمد النني دمن خمس لعيبة طبعا إيدي هاو ده المدير الفني الجديد لنيو كاسل يسعى لضمهم في طبعا الميركاتو الشتوي المقبل محمد طبعا النني ما شاركش زي ما بقول لحضراته في كتير من المباريات تحت طبعا قيادة إرتيتا المدير الفني للأرسنال كان طبعا متواجد في المباراة المهمة جدا أمام المان يونايتد والتي انتهت يمكن بخسارة الأرسنال 3-2 كل التوفيق أكيد لنجمينا محمد النني اللي كمان محمد النني في الفترات الأخيرة مع المنتخب المصري تفتكروا حضراتكم من فترات طويلة انتقادات كتيرة جدا 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 لمحمد النني على مستوى منتخب مصر لكن المدربين ويمكن كان النقاط الرياضين أو النقاط كورة القدم بشكل إيجابي كانوا أكيد النني بيعمل أدوار محورية كبيرة جدا جدا وأكيد طبعا النني بنتمنى له كل التوفيق